موسيقى الرئيس السيسي ورئيس تاجكستان يتفقان على تعزيز تنصيق في المجال الأمني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب الحكومة تعلن تصديها لأي ممارسات تتعلق باحتكار أو إخفاء السلع أحياء في مدينة تماريوبل الأوكرانية تحت السيطرة الروسية وكياذ تتحدث عن ممرات إنسانية الثالثة مساء في قاهرة الواحدة بتوقيت برينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم موسيقى تزخر العلاقات بين مصر وتاجكستان بالعديد من أوجه التعاون في مختلف المجالات خاصة التجارية والعلمية والسياحية وخلال السنوات الماضية سعى الجانباني لدفع تلك العلاقات قدماً من أجل تعزيز التعاون المشترك لما بين البلدين موسيقى قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن زيارة الرئيس التاجقي إمام علي رحمن تأتي في إطار العمل على تعزيز علاقات التعاون المشتركة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره التاجكية أكد رئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وتاجكستان شهدت تنامياً خلال الأعوام الماضية أود بداية الإعراب عن تقديرنا للحرص الذي لمسته من جانبكم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين واعتزازنا بعمق العلاقات المصرية التاجكستية والتي شهدت تنامياً خلال الأعوام الماضية والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصالح شعبيهما كما اتفقنا على تعزيز التنصيق في المجال الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريبة المنظمة كخطر عالمي بات يهدد معظم دول العالم كما أشار الرئيس السيسي إلى تبادل وجهة النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخلال المؤتمر الصحفي أوضح الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على حشد جهود المجتمع الدولي لإنجاح قمة المناخ المقبلة قاف 27 نفي شرم الشيخ تترقت مباحثاتنا اليوم إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادل نوجات نظر البلدين حيالها وفاق التنسيق بشأنها وأخيرا فقد تبع حسنا حول استضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ في شهر نوفمبر 2022 كوب 27 وأكدنا الحرص على حشد جهود المجتمع الدولي لإنجاحه بما يحقق نقلة حقيقية في العمل الدولي حول المناخ فخامة الرئيس اسمحوا لي ختاما أن أرحب بكم مجددا في القاهرة معربا عن تطلع إلى أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وتاجكستان بما يحقق الرقاء والازدهار لشعبين الصديقين ويولد مزيدا من الزخم في علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا من جانبه أكد رئيس تاجكستان إمام علي رحمن أن التعاون الثنائي المثمر سيخدم مصالح كلا البلدين مشيرا إلى أنه تم التوصل لتوافقات مهمة وأوضح رئيس تاجكي أنه تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات عدة تطربقنا للقضايا العامة للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين تاجكستان ومصر وفي هذا السياق أكدنا أن التعاون الثنائي والبناء والمثمر سيخدم المصالح البعيدة المادة لكلا البلدين لقد عربنا عن ثقتنا في أن الاتفاقيات الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم ستوفر أساسا مواتل للاهتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مصطفى النوعي جديد كما أكد رئيس تاجكستان له تم الاتفاق أيضا على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتاجكستان فضلا عن تبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية وأوضح الرئيس التاجكي أن المباحثات تشملت منقشة القضايا العالمية المتعلقة بالمياه وتغير المناخ تفق الجانبان على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري باستغلال الفرص المتاحة وتم التنويه إلى أهمية التعاون في المجالات الصناعة والزراعة والصحة والأدوية صناعة الأدوية وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة كمجالات واعدة للعلاقات بين البلدين وقد أعربت طرفان عن اهتمامها عن اهتمامهما بتوسيع التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة في تاجكستان ومصر من خلال تبادل الخبرات في إنشاء وإدارة وتوسيع الأنشطة في هذه المناطق وإقامة مشاريع مشتركة في أراضيها هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس تاجكستان إمام علي رحمن التوقيع على عدد من مذاكرة تفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل رئيس تاجكستان إمام علي رحمن بقصر التحدي وقد أقيمت مرسم مستقبل رسمية لضيف مصر كما استعرض الرئيس السيسي ورئيس تاجكستان حرس الشرف وتم عصف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية تاجكستان ترجمة نانسي ورئيس تاجكستان تجمع مصر وتاجكستان علاقات ثنائية تشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث يسعى البلدان إلى استثمار الإمكانات التي تتمتع بها كل من الدولتين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما إضافة إلى مواصلة برامج التدريب ودعم الفنية التي تقدمها مصر فضلا عن استقبال الدارسين من تاجكستان في الأزهر الشريف والجماعات المصرية علاقات طيبة تجمع مصر وتاجكستان في العديد من المجالات بالشكل الذي يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الرئيس السيسي التقى مع رئيس تاجكستان إمام علي رحمون مرتين الأولى كانت في مايو من عام 2015 على هامش مشاركة الرئيسين في احتفالات روسيا بالذكرى السبعين لأعياد النصر في الحرب العالمية الثانية أما المرة الثانية فكانت على هامش مشاركة الرئيسين في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض في عام 2017 القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين مصر وتاجكستان تؤكد اهتمام البلدين بتطوير العلاقات الصنائية وتبادل الخبرات بينهما خاصة في ظل التطورات الإيجابية والنمو والازدهار التي تعيشها مصر حاليا ونجاحها في استعادة مكانتها الرائدة في المنطقة والعالم مصر وتاجكستان يعملان على تعزيز التعاون بينهما من خلال استثمار الإمكانات التي تتمتع بها كلتا الدولتين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما فضلا عن برامج التدريب والدعم الفني التي تقدمها مصر واستقبال الدارسين من تاجكستان في الأزهر الشريف والجامعات المصرية وتتفق البلدان على أهمية الجوانب الثقافية والفكرية في التصدي لخطر الإرهاب واستئصاله من جزوره بجانب المواجهة العسكرية والأمنية تاجكستان فتحت سفارتها بالقاهرة في عام 2007 وهي الأولى لها في العالم العربي لتصبح جسرا لمزيد من التواصل والتقارب بين الشعبين المصري والتاجكي ولتعزيز التعاون السنائي بين البلدين وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع أستاذ أكرم بعد التحية يعني كيف تتابع زيارة رئيس تاجكستان إلى مصر ودلالة توقيت هذه الزيارة يعني كل تحركات الحياة الخارجية المصرية ثوائم على المستوى العربي أو على المستوى العالمي يعني العالم بيشهد تحولات كثيرة وفيه خروب سراعات فالتنسيق الزوائم السنائي في العلاقات السنائية أو فيه تدارس وتنسيق المواقف وتقديم مبادرات أو تفاعل معنا يجري فيه يعني سياق مهم من السياسة الخارجية المصرية على مدى السنوات اللي فاتت وفتتأكد بكل فترة وبعدين العلاقة نحن عارفين تجاكستان من الدول بخط سنوات السابق في أسيا الوسطى وغيره وهي لها امتدادات ولا تاريخ للعلاقة مع مصر مصر من بأوائل الدول اللي اعترفت باستقلال تجاكستان وأول دولة تقريبا تم تحت سفارة فيها تلت مصر يعني عسانة 2007 فالألاقات ممتدة والسياق ممتدة فطبيعي أن يكون فيه كلام عن تعاون في المجالات الخطوضية وديه سياق مصر طول الوقت في التعامل مع دول الأوروبية أو دول أسيا أو دول وصف أسيا أستاذ أقرب يعني فيه العديد من المذكرات التفاهم التي تم توقعها اليوم بين الرئيسين في مجالات عديدة في الزراعة في الطاقة الأمن وتبادل المعلومات برأيك يعني ما يمكن أن تبنى عليه العلاقات المستقبلية بين البلدين في ظل هذه المذكرات التي تم توقيعها اليوم طبعا يعني الأولا في مجال الزراعة في مجال الرئيس في مجال الطاقة واستمامة كمان في قمة المنافل التي توقف شهر من شك في نوفمبر قب 27 كلها قضايا مهمة جدا في ضربة التصنيع الدوائي في غيره بإضافة إلى فكرة تبادل المعلومات والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أننا نرى أن أي تحولات سياسية أو حروب أو صراعات تزيد من احتمالات هذه الأمور فتبادل المعلومات أو التنصيق في هذه السياقات يبقى مهمة جدا بالإضافة طبعا زي ما أنت أشارت لي العلاقات الصناعية بتاعة النقصات العلم الفني في الزراعة في الرأي كل ده قضايا مهمة بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية اللي بالتأكيد بتؤثر وتخم كلا البلدين ويمكن الرئيس السيسي أشار إلى أنه كمان بتعداد مصر الكاب 27 والحرص على حجد جهود المجتمع الدولي لإنجاحه لأن هذا مهم جدا وأصبحت قدير المناقبية مهمة لما بتأثر عليك للناس الشردون بالإضافة طبعا للحروب والصراعات القائمة يعني كلها قضايا في غاية الأهمية والرئيس التجيكي يأكد برضه في نفس السياق على تعزيز القطر القانونية التبادل تعاون في المجالات الصناعة والصحة كلها الحقيقة قضايا سواء القضايا الصناعية أو القضايا الدولية كلها تمثل لنعكاسات ومصر توسع من دائرة التعاون والشراكة مع كاف الدول العالم في هذه السياقات ومنها تجاكستان نعم أستاذ أكرم في مجال التعاون الثقافي يعني مصر منارة للعالم الإسلامي ولدين الأزهر الشريف بوسطيته الفكرية يعني كيف يمكن أن نعول على التعاون الثقافي والديني بين البلدين خاصة أن تجاكستان دولة ليست يعني معروفة بالقدر الكافي بالنسبة للمواطنين كتاريخ أو حضارة أو ثقافة لا طبعا يعني أعتقد أنه في طلاب تجيب يدرسوا في الأزهر الشريف في طول الوقت تعاون في مجالات الدعوة في مجالات الدراسة في تبادل الخبرات كل دي قضايا مطروحة ويمكن زي ما أنت أشارتي مش كل دول العالم لكن تزل العولمة وزل التعارف الحال يعني أعتقد أنه الناس أصبحت قادرة على ده يعني تجاكستان مفروضة هي يعني من الدول الأسيا الوسطى وهي دول لها علاقات مع مصر يعني من مجموعة دول لها علاقات مع مصر سواء في التبادل الأي أو في الأزهر أو في التداول في سروات زراعية في أنشطة زراعية فبالتالي يمكن التداول والتبادل مع ده فضلا عن أنها بتقترب من بعض المناطق اللي مصر بالتأكيد بتقيم علاقات معها زي منطقة أسيا الوسطى وغيرها نعم أشكرت نزيل الشكر الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابق يتوجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على رأس وفد من مجلس النواب في زيارة رسمية إلى دولة الكويت وتأتي تلك الزيارة تلبية لدعوة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ومن المقررة خلال تلك الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي والوفد المرافق له جلسة مباحثات موسعة مع رئيس مجلس الأمة الكويتية تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الكويتية وتبادل الخبرات بينهما وتنصيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية كما ستشهد الزيارة وعدة لقاءات لوفد مجلس أنواب مع عدد من المسؤولين الكويتيين رفيعي المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء الرسوخي وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي قطعت على نفسها عهدا بالمضي قدما لتحقيق التنمية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والتحول إلى الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحسين معيشة المواطن المصري جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم شهدها مدولي بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهايدروجين الأخضر ولفت مدولي إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها في تنفيذ مشروعات للهايدروجين الأخضر في مصر وأن هناك فرصا واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات لسيما وأنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة إدارة تداعية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ستكون اجتماعاتها بصفة دورية مغضحا أن هذه اللجنة تهدف إلى مراجعة موقف توفر السلع وحركة الأسواق المحلية لافتا إلى أنه تم التوافق مع مسؤولي الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع حتى لا يكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار كما أشار مدولي إلى اجتماع مجلس المحافظين أمس والذي أشار خلاله إلى أن الحكومة تركز في هذه الفترة على تنفيذ توجيهات الرئيس أسيسي بالعمل على التصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية التي تتابع الدولة المصرية وتطوراتها على مختلف الأسعاد لافتا إلى توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن الأسعار المطرح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة وأنه لا توجد أي مبالغة أو مغالاة في تلك الأسعار اشتركوا في القناة وخلال اجتماع مجلس الوزراء تمت الإشارة إلى جهود الدولة في التوسع في استخدام أحدث التقنيات ومضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتمت الإشارة إلى أنه بدءا من شهر سبتمبر المقبل ستكون كافة أجهزة التابلت التي سيتم توزيعها على الطلاب الثانوية العامة من إنتاج مصنع شريطة سامسونج العالمية بمصر مؤكدا أن ذلك يعد ميزة كبيرة لدن كما استعرض مجلس الوزراء في اقتماعه الصورة النهائية للإستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات تمهيدا لإطلاقها وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإستراتيجية تأتي في إطار إدراق مصر للأهمية القبرى لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية فتأسيسا على القدرات والبنية التحتية الحالية ستثبت مصر نفسها كبوابة رئيسية في سوق السيارات الإفريقية الناشئة هذا وقد وفق مجلس الوزراء على عدد من القرارات لتقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والزكاية الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 اعلن مجلس الوزراء دوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجماعات الأوكرانية والراغبين في التحويل للجماعات الخاصة والأهلية يأتي ذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس السيسي بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجماعات الأوكرانية وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجماعات المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى وخلال الاجتماع أوضحت وزيرات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أنها بالتعاون مع وزارة التعليم العالية طرحت استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا لبحث ودرسة مطالبهم وتشمل الاستمارة التفاصيل الخاصة بالطلاب وأكدت الوزيرة أنه على جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استفائها والاهتمام بدقة البيانات المقدمة وبالفعل سجلت البيانات أكثر من ألفين طالب وتم موافاة وزارة التعليم العالي بكل البيانات ويتم تنصيقه مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن وفي سياق ذاسلة استقبلت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم استقبلت سفير بولندا بالقاهرة ووجهت الوزيرة له خالص الشكر على جهود بولندا في تيسير عملية مرور أبناء الجالية المصرية من خلال المنافذ الآمنة عبر حدودها مع أوكرانيا كما أكدت وزيرة الهجرة على حرص القيادة السياسية على متبعة المشتجدات بصورة يومية وإصدار توجهات بضرورة الحفاظ على المستقبل العلمي للطلاب المصريين الدارسين في المدن الأوكرانية ومن جانبه أعرب السفير البولندي عن تقديره لكل ما تبدله الدولة المصرية من جهود عظيمة من أجل رعاية مواطنيها في أوكرانيا في الوقت الحالي مبديا استعداده لمزيد من التنصيق والتعاون بهدف تيسير على أبناء الجالية المصرية أثناء عبورهم المنافذ الأمنة لدى بولندا إلى وطنهم مصر دعا وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا روسيا إلى سماح بإجلاء المدنيين من مدينة مريوبل المحاصرة عبر ممر إنساني وخلال مؤتمر صحفي قال وزير الخارجية الأوكرانية أنه يتعين على القوات الروسية مغادرة الأراضي التي تضم منشآت الغاز والمحطات التنووية الأوكرانية مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للدبلوماسية لكنها قادرة على دفاع عن نفسها كنت أريد الخروج من هذا الاشتماع مع قرار لتنصيق الممرات الإنسانية من وإلى مريوبل من مريوبل لمساعدة المدنيين على الفراري من هذه المنطقة ولمغادرة هذه المنطقة التي يترعودنا فيها لمعاناة وكنت أريد أيضا أن أعمل على المرارات الإنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مريوبل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش سيطرت على عدد من الأحياء في مدينة مريوبل جنوب أوكرانيا وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إدار كوناشينكوف أن قوات الجيش الروسي دمرت 2911 من منشأة البنية التحتية العسكرية الأوكرانية حتى الآن وبالتزامن أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إرينا فرشاك أن بلادها تفتح سبعة ممرات إنسانية في أوكرانيا وأشرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إلى أن هذه الخطوة تمكن المدنيين من مغادرة مدن تحاصرها القوات الروسية ومن بينها مدينة مريوبل السحلية في الجنوب في سياق متصل قال حكم إقليمي إن المدنيين بدأوا مغادرة مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا بمجب وقف محلي لإطلاق النار وفي رسلة مصورة أعلن رئيس الأوكراني بلودمير زلنسكي أن 35 ألف مدني على الأقل تم إجلاؤهم خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية وقال زلنسكي أن هؤلاء المدنيين تم إجلاؤهم من مدينة سومي وإنير هودار من مناطق قريبة من العاصمة كياب عبر ثلاث ممرات إنسانية وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمل في أن تستمر عمليات الإجلاء مع فتح ممرات إنسانية أخرى أهلا بكم من جديد وعودة إلى نشرتنا ونتحدث عن ملف الأزمة الأوكرانية حيث أعلنت الحكومة الأوكرانية إجلاء عشرة ألاف شخص من محيط كياب إلى داخل العاصمة يأتي ذلك فيما أعلنت الصحة العالمية أن مستشفى ولادة من بين 18 مركزا طبيا تم قصفهم في أوكرانيا المدنيون في أي مكان تشتعل فيه الحرب وحدهم من يدفعون فاتورة تلك المعركة أي أن كانت أهدافها ودوافعها وبالرغم من اختلاف ردود الأفعال العالمية تجاه هؤلاء المدنيين يظل الوضع شائكا ومؤلما فعلى إسر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تسليم 81 طن من الإمدادات إلى كييف بحسب تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم كما أنشأت المنظمة خطأ نبيب من الإمدادات للمرافق الصحية في جميع أنحاء أوكرانيا وخاصة في المناطق الأكثر تضرورا ويقوم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بنفسه بمساعدة الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة وأما على الأرض فما زال الوضع رغم كل المساعدات صعبا نظرا للبرد القارس ووعورة الطريق على الشريط الحدودي للبلاد بدوره قدر رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب أوكراندي أن ينصل عدد اللاجئين جراء العملية العسكرية الروسية إلى ما يقرب من مليونين ومئتي ألف لاجئة عبر منهم حوالي مئة وعشرين ألفا إلى ملدوفا فيما فر أكثر من واحد وثلاثة من عشر مليون شخص إلى بولندا وبحسب مسؤولين آخرين فإن من بين أكثر من مليوني لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية لروسيا إلى دول مثل المغر وسلوفاكيا ورومانيا وملدوفا كان ما يقرب من نصفهم من الأطفال وفي بعض الحالات كانوا بمفردهم في مشهد أوروبي أوروبي لم تعهده القارة العجوز من قابل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي الجانساكي من احتمال استخدام روسيا لأسلحة كيموية في أوكرانيا داء ذلك بعد أن اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية في الأراضي الأوكرانية بحسب صحيفة ذهل الأمريكية ووفقا للصحيفة وصفت ساكي اتهمت روسيا بأنها كاذبة وغير معقولة وحضرت من أن هذا الإدعاء يمكن أن يستخدم كذريعة للروس لنشر أسلحة كيموية في هجومهم على أوكرانيا كما نفت الولايات المتحدة الاتهمات التي وجهتها إليها روسيا بأنها تدعم برنامجا لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا وقال المتحدث باسم الخرية الأمريكية نيدا برايس قال إن الكريملين ينشر عن عمد أكاذيب محذرا من أن الهدف من هذه الاتهمات قد يكون التحضير لإمكانيات أن تستخدم القوات الروسية مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا كانت السلطة الروسية قد طلبت أمس الولايات المتحدة بتقديم إضاحة رسمية للمجتمع الدولي بشأن ما قالت إنه نشاط للمختبرات البايلوجية والكورثومية الأمريكية في أوكرانيا هذا وقد صوت مجلس النواب الأمريكية بأغلبية ساحقة على حضر شراء النفط الروسي ومنتجات الطاقة الأخرى كما أقر المجلس ميزانية جديدة للحكومة الفيدرالية تتضمن تمويلا ضخما يقارب 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدي للعملية العسكرية الروسية وتداعياتها وذكرت مصادر إعلامية أمريكية أنه يفترض بالأموال المرصودة بموجب هذا النص أن تتيح لكياذ حماية الشابكة الكهربائية في البلاد والتصدي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية وأوضحت تلك المصادر أنه تم رصد مبلغ مليارين وستمائة مليون دولار من هذه الحزمة من المساعدات الإنسانية وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم أكد الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن عواقب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا من شأنها أن تشكل السياسات الأوروبية على مدى العقود والسنوات القادمة وقال بوريل في كلمة له بقمة الاتحاد الأوروبي التي استضفتها مدينة سترسبرغ الفرنسية قال إن أوروبا ستواجه مشكلة جسيمة في إمدادات الغاز وتزايد عدد اللاجئين ورغبة في التسلح بشكل خطير أو ما يسمى بتسريح الاعتماد المتبادل وأضف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي في إمدادات الطاقة لديه لذا أول ما يجب فعله هو إلغاء هذا الاعتماد قال وزير القوات المسلح البريطاني إن القادة العسكريين الروس بالإضافة إلى أصحاب المناصب العليا في الحكومة الروسية سيخضعون للمسائلة عن أي جرائم حرب في أوكرانيا وأضف الوزير الأوكراني البريطاني عفوا إن على القادة العسكريين الروس تذكر أن الجرائم الحرب لا يرتكبها فقط أصحاب المناصب العليا في الحكومة الروسية وأضاف أن هذه الجرائم ترتكب من قبل التسلسل القيادي حتى مراتبه الأدنى على أي دميع المشارفين فيها وتتم مراقبة هذه الفضائع وتصنيفها وسيخضع هؤلاء الأشخاص للمسائلة ترجمة نانسي قبل التسلسل فإنقاني باقشاة شهولة ترجمة نانسي قبل التسلسل سنادة الوزيجية هل هذه التقارات، سنادة دهذرة اشتركوا في القناة رئيس دمهورية تاجكستان حيث اقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعرض حرس الشرف وصرح المتحدث الرئاسة بان الرئيس اسيسي رحب بزيارة الرئيس التاجكي الى مصر مشيدا بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين ومؤكدا اهتمام مصر بتطوير العلاقات السنائية مع تاجكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحات المشتركة للبلدين ومن دانبه اعرب الرئيس التاجكي عن تقديره لحصن الاستقبال وكرم الديافة مؤكدا اعتزز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر واهتمام تاجكستان بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة وتجربة التلموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تعزز من وضعها كرقيزة للامن والاستقرار على المستوى الاقليمي واضفا متحدث الرسمي ان الرئيسين تطرق خلال اللقاء الى سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الاصعضة كما توافق الرئيسين بشأن اهمية استثمار الامكانات التي تتمتع بها مصر وتجكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما كما تم التباحث بخصوص التعاون في مجال برامج التدريب والدعم الفني التي تقدمها مصر للكوادر التجيقية فضلا عن استقبال الدارسين من تجكستان في الازهر الشريف والجماعات المصرية وتناول رئيساني ابرز تطورات الاوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي خاصة في اوكرانيا وافغانستان فضلا عن سبل تعزيز التعاون والتنصيق بين البلدين في المجال الامني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات خاصة ما يتعلق بمكافحة الارهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة الى جانب تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الارهاب حيث تم تأكيد اهمية الجوانب الثقافية والفكرية في التصدي لهذا الخطر بجانب المواجهة العسكرية والامنية كما ثمن الرئيس التجيقية في هذا صدد دور المؤسسات الدينية المصرية العريقة في نشر التعليم الصحيحة للدين الاسلامي الحنيف وفي قتام المباحثات توجه الرئيس التجيقية الدعوة للرئيس السيسي للقيام بزيارة رسمية لبلاده وهو مرحب به الرئيس السيسي على أن يتم ترتيب موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية في البلدين وقد شهد الرئيس الثاني مراسم التوقيع على عدد من مذاكرات التفاهم والتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والشباب والرياضة والتعليم العالية إلى جلب اتفاقي صدقة وتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم كاتلون بطاجكستان وكذا مذاكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومكتب الطاجكستان القومية أدان البرلمان العربي بشدة قيام قوات الحوثي بإطلاق طائرة مسيرة باتجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية والتي تناثرت شظاياها على الأعيان المدنية دون حدوث أدرار وأشهد البرلمان العربي بكفاءة ويقزة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة ونجاحها في اعتراض الطائرة وتدميرها وأكد البرلمان أن اتخذ قوات الحوثي المدنيين دروعاً بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الإنسانية مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع قوات الحوثي من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات قوات الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جزان بالمملكة العربية السعودية خلال استخدام طائرة بدون طيار مفخخة اعتراضتها الدفاعة السعودية وأكدت دولة الإمارات أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بدميع القوانين والأعرف الدولية التي تتطلب ردا راضعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين وتستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف استهداف الأعيان المدنية وردع تهديداتهم للدول المنطقة وفي ملف جائحة كورونا العالمية أكد مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانم أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد رغم مضي عامين على انتشارها مشيرا إلى أن المتغيرات الجديدة لا تزال تشكل تهديدا وقال مدير المنظمة أنه على الرغم من انقفاض حالات الإصابة والوفيات عالميا ورفع العديد من البلدان القيود إلا أن الجائحة أبعد ما تكون عن نهايتها كما أعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن قلقه بشأن التخفيض الكبير للاختبارات في العديد من البلدان محذرا من أن هذا يعيق قدرتهم على معرفة مكان الفيروس وكيفية انتشاره وكيفية تطوره من جانبها أفادت جامعة جونز هابكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 451 مليون و611 ألف حالة وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية أن إجمالية الوفيات تجرأ الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و22 ألف وفاة وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 79.4 مليون إصابة في حين تجاوزت حصيرة الهند 42.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بأكثر من 29 مليون حالة تصل اليوم القافلة الطبية المجانية إلى وادي الجوفة التابعة لمدينة أبورديس بجنوب سيناء وذلك في إطار المبادرة الرئاسي حياة كريمة تضم العيادة لتنظيم الأسرة وعدة تخصصات طبية مثل البطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد إضافة إلى معمل وصيدلية لصرف العلاج ويجري توقيع الكشف وإجراء الفحصات الطبية والتحليل وصرف العلاج بالمجان وذلك على مدار يومين وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي ووديان محافظة جنوب سيناء والوصول بالخدمة الطبية للمناطق الأكثر احتياجا وجه محافظ ألمينيا أسامة القاضي رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإعداد تقارير يومية عن نسب ومعدلات التنفيذ مع الإشراف الميدانية على الجهات المنوط بها تنفيذ الأعمال يأتي ذلك بتنصيق مع عضاء مؤسسة حياة كريمة وتنفيذا لتكلفة الرئيس أسيسي بسرعة إنجاز الأعمال وفقا لمعايير الجودة وأشر المحافظ إلى أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار قرار بإلغاء العمل بالنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس والاكتفاء بالعمل بالنظام التطوع فقط وأكدت وزارة التربية والتعليم التي نفت أشائع أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بإلغاء العمل بالنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس أو الاكتفاء بالعمل بالنظام التطوع وشددت الوزارة على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير وذلك طبقا للشروط الواردة بالكتاب الدوري الرقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ العشرين من سبتمبر من عام 2021 كما يجري الإعداد لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمس سنوات بإجمالي 150 ألف معلم جديد ذلك تلبية لاحتياجات تطوير التعليم على مستوى الجمهورية استقبلت المديرة التنفيذية للأكيدمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب رشا غب المنصقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا تلول اللقاء الاهتمامات المشتركة بتطوير برامج تدريبية للشباب والمرأة وضرورة ربطها بقضايا التغير المناخي فضل الدور المصرية في التوعية بقضايا التغير المناخي على مستوى مصر والقارة الإفريقية وتنظيمها لفعليات مؤتمر المناخ هذا العام كوب 27 وتم الاتفاق أيضا على عقد اجتماعات متعددة لتعظيم مجالة التعاون بين المؤسستين أمرت أنيابة العامة بحبس 12 متهما لارتكابهم جرائم تموينية وقامت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام برصد ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضان المبارك لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين أو تخزينها أو حبسها عن التداول لبيعها لاحقا بأسعار مرتفعة في ظل الأحداث المشاري إليها وإذ اطلعت النيابة العامة بدورها بشأن ما قدم إليها من محاضر في تلك الوقائع والتي حررتها الجهات المختصة بالشرطة في إطار ما تدريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق حفاظا على استقرار السلع وتوافرها والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها حيث أمرت النيابة العامة بحبس 12 متهما احتياطيا على ذمة التحقيقات في 39 قضية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس كما حجزت النيابة العامة أربعة متهمين آخرين لحين استفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوارهم بالوقائع المنصوبة إليهم وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين بحث وزير الزراعة سيد القصير مع قيادات الوزارة وسؤول الجهات الانتاجية ومنافذ البيع بالوزارة لاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وخلال الاجتماع أكد الوزير على أنه لا يوجد عجز في أي سلعة وسيتم دخل مزيد من السلع والمنتجات للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة فضلا عن توفير اللحوم البلدي والدواجن وبيض المائدة والسلع الأساسية وذلك بأسعار مناسبة تقل عن مسيلاتها بالأسواق كما تم الاتفاق مع اتحاد منتج الدواجن على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في الأسواق بأسعار مخفضة وبها وزير التنمية المحلية محمود شعراوي الأدهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقبية على المحال والأسواق يأتي ذلك للتصدي لمحاولات بعض التجار حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمدربة بالأسعار طلب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع وشوادر لتوفير السلع بتميات كبيرة وبأسعار مخفضة تلبية لإحتيادات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك ودعم إقامة التنهيزات والبنية الأساسية اللازمة لإقامة تلك المعارض بدميع المحافظة ألقت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية رانيا المشاط كلمة أمام مجلس المحافظين بمقر البنك بالعاصمة الإنجليزية لندن وذلك بعد أيام من إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك للفترة من 2022-2027 في إطار العلاقات الوطيدة على مستوى التعاون الإلمائية وخلال كلمتها طلبت الوزيرات المجتمع الدولي بتوحيد جهوده لمواجهة تداعية الأزمة الروسية الأوكرانية على الدول الناشئة وإطلاق طاقات العمل المشترك لتلافي الأثار المباشرة وغير المباشرة للتحديات الحالية لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية مثل الغباء أكدت وزيرة التعاون الدولي راني النشاط على أهمية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في فتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص لا سيما في قطعات التنمية المتعلقة بتحول الأخضر جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي مع المدير التنفيذي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحث مجالات التعاون مع المؤسسة التي تسهم بدور محوري في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة في القطاعات ذات الأولوية وتبلغ محفظة التمويل الإنمائي الجارية للمؤسسة 1.26 مليار دولار إذا المصنى مشاهدين وإياكم إلى نهاية النشرة لا يتبقى بها سوى تفكير بأبرز مجأة بها من أخبار الرئيس السيسي ورئيس تجيكستان يتفقان على تعزيز التنصيق في المجال الأمني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب الحكومة تعلن تصديها لآية ممارسات تتعلق باحتكار أو إخفاء السلع أحياء في مدينة ماريفولا الأوكرانية تحت سيطرة روسية وكييفا تتحدث عن ممرات إنسانية وصلنا إلى ختم نشرة الثالثة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر